علامة من علامات الساعة الصغرى هل بدأت بالظهور حديثاً عام 2022؟ ماذا عن انحسار نهر الفرات؟ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب هل يخفي وراءه أو تحته جبلاً من ذهب؟ كما أنباء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا التادية لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أيها الأحبة في الله علامة من علامات الساعة الصغرى هل بدأت بالظهور حديثاً عام 2022؟ ماذا عن انحسار نهر الفرات؟ هل يخفي وراءه أو تحته جبلاً من ذهب؟ كما أنباء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الحقيقة دعوني أتأمل معكم الاكتشاف الذي قام به علماء من العراق ومن ألمانيا حول المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3400 سنة حيث اكتشفت تحت منطقة دجلة هذا النهر أيها الأحبة بدأ ينحسر خلال السنوات الماضية حتى أصبح هناك مناطق في حوض دجلة مناطق شبه جافة ظهر قاع النهر بالنسبة لنهر الفرات أيضاً هناك جفاف شديد يضرب منطقة نهر الفرات وهناك مناطق بالفعل بدأت تنحسر حديثاً في السنوات الماضية ولكن موضوعنا اليوم هذه المدينة الأثرية بما تحويه من كنوز من حضارة قديمة جداً بما تحويه من ربما ذهب ربما يعني هذه الآثار لها قيمة عالية جداً مادية نحن نعلم أن الآثار اليوم أغلى من الذهب حقيقةً يعني لذلك أنا سأتأمل هذا الاكتشاف أيها الأحبة ثم نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون يا بني فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه سبحان الله العلماء اكتشفوا خلال الشهر السادس عام 2022 مدينة تعود إلى حقبة إمبراطورية ميتاني الحضارة الميتانية المعروفة تاريخياً فعندما ضرب الجفاف الشديد منطقة نهر دجلة في الموصل تبين أنه يخفي تحته مدينة أثرية يعتقد أنها كانت مركزاً مهماً في إمبراطورية ميتاني تعود لحدود 1500 سنة تقريباً قبل الميلاد يقول العلماء أيها الأحبة لقد تم الكشف عن العديد من المباني مباني كبيرة جداً وتحصينات ضخمة جدران أبراج هناك مبنى ضخم جداً متعدد الطوابق للتخزين وهناك مجمع صناعي أيضاً سبحان الله يعني كانت حضارة متطورة جداً هذه الحضارة حقيقةً كما يقول الباحثون التاريخيون كانت تسيطر على المنطقة الواقعة بين نهر دجلة وتمتد إلى نهر الفرات حضارة واسعة جداً وعظيمة في ذلك الوقت لقد ذهل فريق البحث العلمي الذي عرض هذا الاكتشاف من حالة الجدران المحفوظة جيداً هذه الجدران يصل ارتفاعها أحياناً إلى عدة أمتار وعلى الرغم من حقيقة أن الجدران مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بالشمس يعود هذا الحفظ الجيد إلى حقيقة أن المدينة دمرت في زلزال قرابة عام 1350 قبل الميلاد حيث دفنت الأجزاء العلوية المنهارة من الجدران والمباني إذن يعتقد الباحثون أن هذه الحضارة العظيمة دفنت وجعل عاليها سافلها ونحن نعلم من خلال القرآن هناك بعض الحضارات مثل قوم سيدنا لوط الذين قلب الله فيهم الأرض فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود هنا أيها الأحبة يتبين لنا بوضوح أن هذه المنطقة بدأت تجف الآن هذا الأمر أنا أود أن أتوقف معكم أحبتي في الله قبل أكثر 1400 سنة عندما بعث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان نهر الفرات من أغزر الأنهار وأكثرها نشاطا ومنطقة الفرات وذجلة هذه ما بين النهرين كانت ذات خضرة وكثافة عالية بالنباتات والأشجار سبحان الله لا يستطيع أحد أن يتوقع أن هذه الأنهار سيأتي يوم وتعاني من جفاف شديد وأن بعض أجزاء من هذه الأنهار يمكن أن تكشف لنا آثارا أو مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جبلا من ذهب النبي أكد لنا أن الفرات سينحسر عن جبل من ذهب وأن الناس سيقتتلون في موقع مروعة يذهب ضحيتها من كل 199 كل واحد منهم يقول لعلي أن أكون أنا الفائز بهذا الكنز طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نرى ملامح هذا الحديث تتحقق اليوم صحيح أن الاكتشاف في نهر دجلة ولكن هذه الحضارة كما قلت لكم وكما يؤكد العلماء من جامعة توبينج الألمانية أنها تمتد إلى نهر الفرات وما بعد نهر الفرات إذن الأرض من تحت تخفي كنوز تخفي أشياء نحن لا نعلمها حقيقة ولم يكتشف العلماء حقيقة إلا جزء ضئيل جدا 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 من هذه الحضارة الأثرية التي قد تتضمن أو قد تحتوي على العديد من المدن يقول الباحثون أيضا في هذه الجامعة الألمانية إن هذه المدينة كانت ذات يوم مركزا عالميا للشحن والبضائع بسبب وجود أماكن ضخمة جدا لتخزين المواد الطعام والبضائع والمواد وغير ذلك وهناك أيضا أواني فخارية وأشياء لم يكشفوا عنها بعد لأن الدراسة لا ذالت قيد البحث وهذا الموقع يحتاج إلى سنوات ليكشفوا ماذا يوجد بالضبط على عمق مثلا عشرات الأمتار أنا أود أن أتأمل معكم أيها الأحبة هذه اللمحة العلمية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما أكد لنا انحسار نهر الفرات هذه هي المعجزة الأولى من كان يتوقع في ذلك الزمن أن نهر الفرات يمكن في بعض أجزاء منه أن يعاني من جفاف شديد ونحن نرى الصور اليوم للأسف يعني هذه معجزة أولى معجزة ثانية تؤكد أن هذا النهر يخفي تحته أثر ذهب كنوز يعني الذهب هنا أيها الأحبة قد يكون دليلا على وجود أشياء ذات قيمة عالية يعني الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله طيب الذي يكنز الدولارات هل هو مستثنى من هذه الآية لا الذي يكنز الشركات والعقارات والمباني أيضا هو داخل الذي يكنز بعض القطع الأثرية أو المخطوطات هناك مخطوطات لها قيمة عالية ملايين دولارات أغلى من الذهب أيها الأحبة بعض الرقم التاريخية وهنا بالفعل اكتشف العديد من الرقم التاريخية بكتابة مسمارية ولغات قديمة جدا فهذا الأمر أيها الأحبة يدل على أن هذه المنطقة بشكل عام منطقة حوض الفرات ودجلة ما بين النهرين تخفي كنوزا ذات قيمة عالية مثل جبل من الذهب وبالتالي هذه الكنوز ربما تكشف في السنوات القادمة ربما بعد ذلك لا نعلم أنا الذي يهمني أيها الأحبة صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يهمني أن هذا النبي الأعظم لا ينطق عن الهوى تنبأ بانحسار الفرات وتنبأ بوجود كنوز وأشياء ذات قيمة عالية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بجبل من ذهب وقد يكون بالفعل هناك جبل من ذهب نحن نحاول أن نفهم معنى أو المعاني الكامنة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام المعجزة الثالثة أن هذا انذار لنا أيها الأحبة اليوم هذا انذار يقول لنا انتبهوا على الساعة أصبحت على الأبواب القيامة أصبحت قريبة لذلك توبوا إلى الله لماذا حدثنا النبي عن علامات الساعة ما هو الهدف أحبتي في الله الهدف بلا شك أنك أيها الإنسان ينبغي أن تنتبه أن علامات الساعة أصبحت يعني الساعة أصبحت قريبة وهذه العلامات تتجلى وتظهر أمامك فعليك أن تعود إلى الله عليك أن ترجع لأنه في أي لحظة يأتيك الموت والموت يأتي بغتا أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله هذا النبي الكريم يريد لنا الخير حدثنا عن هذا الإعجاز ثم نبهنا إلى اقتراب يوم القيامة لنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو لقاء الله كما قال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر